لازم تكون موحد ما أفزو المستقيم وعقيدت في الله منحرفة يعتقد إنه فلان بيدي الجنة فلان بيعلم الغيب فلان بيجيب الرائحة فلان كذا فلان كذا إنه دي في الشدايد يا فلان الحقنا ويا فلان فزعنا دي ما استقامة ده منحرف في العقيدة لأنه أول انحراف في العقيدة بسبب الغلوء في الصالحين وفي البشر كما جاء ذلك في صيح البخاري وفي تفسير ابن كثير لسورة نوح الناس من زمن آدم عليه السلام لنوح عليه السلام عشر قرون والقرن مئة سنة يعني ألف سنة والألف سنة دي ما كان فيه شرك يعني كان فيه معاصي لكن شرك ما فيه الناس على التوحيد لشان كذا جماعة الشرك جاء بسبب الغلوء والمحبة المفرطة التي يتجاوز بها العبد أو يتجاوز فيها العبد الحد المشروع للصالحين أحبون لما انغلوا فيهم لما انعبدون وده إلى الآن كثير من الناس الواحد يعتر بذلنا دي الله الخلق سبحانه وتعالى يقول يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا ودفع عند النسوان كثير برضو المرة أعترت العربية ذارت انقلب تنادي الشيخ يا شيخ فلان الحقنا ويا شيخ فلان كذا وكذا وكذا وشيخ فلان مات والله قاله وتوكل على الحي الذي لا يموت وزول المادة عمل انقطع من نص الحديث انقطع عمله إلا من ثلاثة في صيح مسلم إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له زول المادة عمل انقطع تاني ما بجي وعمل جوا إلا صدقة جارية عمله المهم في صدقة جارية بعدين بجيه أجور بجي أو علم ينتفع به خل له وراه علم كتب اللفة أو تسجيلات صوتية المهم نشر المهم علم أو علم لناس ونشر علمه أو ولد صالح يدعو له عنده ولد ورباه على الطاعة ولده بعد كبر دعا له فدف ده العمل بيصله ما بمش هو مات إتا تدفنه وتجي تعتر تقول له الحقنا وفزعنا وإلحقك كيف وزولها جماعة زول مات يغسلوه ويكفنوه وشيلو ذاته الثالث يشيلو أربع رجال ودوا المقابر وحفروا المطمورة ودل حد ودفنوا جوا يخدوا الطوف فوق له والطين اللي ينسوا تمام والتراب يمشوا يعتروا يقول له الحقنا قلتوا دفنتوا ده شنو ده ما ياهو ذاته كيف بنت تدفن لك زوله تبشي تقول له الحقني وابزعني لذلك نسأل الله العافية وعليك الله شوى الناز يفهمه كيف هسين سوى حادث عنده أخوه في الجزيرة وعنده أخوه هنا في أمدرمان سوى حادث في أمدرمان بتتصل بياته بتتصل بأمدرمان ده صح يقول له سلام عليكم أيهاو سوى الله أنا سوى حادث واتسراكت في المستشفى تعالي شوف الحاصل ده يقول لما تتصل بابتاع الجزيرة يقول لك أخده بأيد بأيد أنا باتصل بالقريب ده هنا والطيب الزل إعتر إنادي الله سبحانه وتعالى واللي إنادي له الزل مدفون في آخر الغريب وفي آخر الشرق وفي آخر الشمال وفي آخر الجنوب إنادي آتو قال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دعان وهذا القرب قرب استجابة وإلا فهو سبحانه وتعالى مستوين على العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى عال على جميع الخلائق سبحانه وتعالى لكنه قال فإني قريب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فشوف دار تعرف نفسك مستقيم أول تلعقيدة تكون صحيحة وتعلق لك حجاب تمام مستقيم لسه ذو المعلق حجاب يقول لك ده حجاب سكين وده حجاب عقرب وده حجاب كذا وهو الله يقول في القرآن سبحانه وتعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهُ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم زي بعض النساء برضو الطبل يعلقوا له الكمون يقول لك ده من العين يا أخ ما في كمون بيحفظ من عين يا ناس بيحفظ الله سبحانه وتعالى ده شرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسن إمام أحمد وفي السيسرة الصيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك تعلق كمون تعتقد إنه ده بحفظك من العين ده شرك بالله تعالى تعلق حجاب تقول ده سكين من السكين وده من العقرب وده بجيب الرزق ده شرك بالله تعالى قال سبحانه قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وامشوا للفكي يا شيخ فلان شوف لنا الرائحة وين وعريف لنا من أتى عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك وقال جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فجماعة أهم شيء التوحيد أهم شيء العقيدة الصحيحة ونحن خائفين على الناس ما ذارين نزهج ولا ذارين نضايب ولا ذارين نعكر لكن خائفين عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى حديث ياخف البخاري من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحر مجو مكان في المدينة والمكان ذا الحديث ذا بعد ذاك نجي بعد الصلاة إن شاء الله نواصل المكان ذا فيه حجار سوداء الحر اسمه الحر بعدين مره إلى هذا المكان خرجا إلى هذا المكان أبو ذر الغفاري ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مكانك أي لا تبرح مكانك قال لي المحل دا ما تتحرك منه ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى جسده صلى الله عليه وسلم مش بعيد لمن اختفى فسمع أبو ذر رضي الله عنه صوتاً أرعبه صوت مخيف قال فخفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن ألحق به فتذكرت قوله مكانك يعني لا تبرح مكانك لا تتحرك من هذا المكان أو إلزم هذا المكان قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل فقلت يا رسول الله ما هذا الصوت فقال أو قد سمعته قلت بلى قال إنه جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من هذه الأمة من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة زولي لقى الله موحد تبخش الجنة جماع قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق وفي رواية قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق رغم أن في أبي ذر فلذلك يا جماعة زول يحرص على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة نذكر ما تيسر ونختم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع صلى الله وسلم على نبينا نواصل إن شاء الله تعالى من قطع من حديث وبينا أن الأصل الأول من أصول الاستقامة أو الأمر العظيم هو توحيد الله تعالى وحسن المعتقد فلابد لمن أراد الاستقامة أن يكون موحدا ومعنى أن يكون موحدا أن يفرد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فيؤمن بأن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له وأنه الرازق وحده وأنه المحي المميد وأنه المدبر وأنه المالك سبحانه وتعالى للخلق فيفرد الله تعالى بربوبيته الحمد لله رب العالمين ويفرده سبحانه وتعالى بألوهيته بأنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فلا يصرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله فلا يدعو إلا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا ينذر إلا لله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولا يذبح إلا لله فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياء يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكذلك بقية العبادات لا يصرفها إلا لله تعالى وحده لا شريك له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويفرده بأسماء الحسنى وصفات العلا فيثبت هذه الأسماء ويصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وينزهه عن صفات النقص كما بين الله تعالى في كتابه وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون